السلام عليكم او كيفاش رجال الاعلام الاسباني كي تتكلم على الامبراطورية المغربية فابقوا معي الاخوان شوفوا التفاصيل لها المواضيع دائما كنتمنى منكم انكم تدعموا هذه القناة بالضغط على الزر اعجاب كذلك دعمونا بالبرتاج والاشتراك باش يحقق لنا هاد الفيديو نتائج ايجابية فعلى بركة الله نبدأ وصل بالموضوع اخواني اخواتي الدولة الجارة القضية فيها شعلات القضية شعلات عند الجيران القضية وصلت لربما حتى الحرب اهلية من بعد ما كانوا كيطبلوا للنظام العسكري الجزائري اليوم كان استضام غير بيناتهم فكان تصريح خاطر جدا خاطر بمعنى الكلمة يدعو بالارهاب يدعو الى القتل اي واحد يوقف طابور هاد السيدة اللي تكلمت في هاد الفيديو اللي غادي تشوفوه اليوم ربما ان الجزائر غادي ترجع للعشرية السوداء فصوفيا هي مؤترة جزائرية خرجت بواحد الفيديو يدعو الى الارهاب يدعو الى القتل فصوفيا المؤترة الجزائرية عواد ما تخرج بشي فيديو تدعم به الشعب الجزائري تضامن به مع الشعب الجزائري الانهار ومطارهما في الطوابير تطالب الحكومة الجزائرية باش هالطوابير يتحيدوا باش يتحل المشكل الغدائي في الجزائر وفي البلاد خرجات كتهدد الشعب الجزائري المقهور كتهدد هذه الفيئة الفاقيرة واللي كتقصف الطوابير من الصباح تلعشية باش تاخد اطروزيت الى اخدته وتدعو الحكومة الجزائرية الى القتل بالرصاص هاد الاخوان تحن الى عودة الرصاص بالجزائر نخليكم مع مقطع الفيديو ديال هاد المؤترة الجزائرية صوفيا ونتلقاوه من بعد يحبروك الى أيها المواطن وانت رخيص للك تصوري الكلب ودي الكلب وانتgas وانتذر الى حتي وانتابيك الكميوتا و في الوقت وانتب Odils وانت تخصي Fake تباها ليراكم دائرينم في هذه التوبرينا وشفيتوا فينا العديان لنتمسخير تعطم هذا والناس اللي تحتفظ بسعبونكم انتم من فان سلطة المعنية والدولة بسكت الدولة هي الكاسكتة لا تحكموا لا تضي الحبس السرحة اخوتي هذه الكائنات ما عرفنا معي شانت سرنفوها ولكن يقتلونها بهذا التو شورت الزليج من الزليج كيف يعتبر بنادم كيف يعتبر الإنسان بالذيج المناورة الدسائس الفرنسية ضد المملكة المغربية ما زاد للمغرب غير قوتان المغرب زاد القدام كيف ينوح من شركائه اليوم المغرب يسعى الى استقطاب الهند لانشاء مصنع للمركبات العسكرية المصفحة فهذا هو الرد دي المملكة المغربية على مناورة فرنسا المغرب يرد عليها بالاستثمار مع شراكاء حقيقيين اللي يتمح معهم للاستثمار فمن بعد اسرائيل المغرب يسعى استقطاب الهند لانشاء مصنع لانتاج المركبات العسكرية المصفحة فالمغرب يواصل تنفيذ مخططه المتعلق بتأسيس لقطاع الصناعة الدفاعية داخل المملكة المغربية الشريفة بعد عقده اتفاقيات مع شركات أمريكية وأخرى إسرائيلية في وقت سابق في حين يفاوض حاليا لاستقطاب الهند لانشاء مصنع خاص بصناعة المركبات العسكرية المصفحة وفي هذا السياق ذكر الموقع ديفينسا الإسباني أن المغرب يسعى لاستفادة من تجربة الهندية في صناعة الآليات العسكرية مشيرا إلى أنه يفاوض مجموعة من الشركات الهندية والمتخصصة في هذا المجال من أجل نقل التجربة إلى المغرب مع هدف مستقبلي يتمثل في التحول إلى بلد مصدر لهذه المركبات العسكرية ووفق نفس المصدر يعني ديفينسا الإسبانيا فإن المفاوضات جاءت في خدم الزيارة اللي قام بها محسن جازولي الوزير المغربي المنتدى بالمكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم سيارات العمومية إلى الهند لتدعيم التعاون البيني في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وتأتي هذه الزيارة كتأكيد على العلاقات المتينة اللي قد ربط ما بين الرباط ونيو ديلي ورغبة الطرفين في تعزيزها على العديد من المستويات من بينها القطاع الدفاعي والعسكري وقد تسلمت القوات المسلحة الملكية المغربية مؤخرا عدد مهم من الشحنة العسكرية سوداسية الدفع من صنع هندي وحسب المصادر متخصيصة فإن الشركة الهندية تاطا هي التي تقف وراء صنع هذه الشحنات العسكرية وقد عملت على نقلها إلى المغرب عبر ميناء ببايا الهندي ويصل العدد الذي طلبته القوات المسلحة المغربية إلى 90 شحنة عسكرية فللإشارة فإن المغرب قد تسلم في بداية 2021 صربا كاملا من الشحنة العسكرية من النوع في الغاء التي كان قد اتفق عليها مع شركات أركوس الفرنسي المتخصيصة في الصناعة الحربية وكي يبلغ العدد ديالهات 300 شحنة ربعية الدفع التي تستخدم في العديد من المهام العسكرية والحربية فهذه أمور من جهة دا بغادي نشوف الإخوان هات الصورة اللي أمامكم كامل إحنا المغاربة فرحانين بهذا ترشح ديال المملكة المغربية فمن طبيعة الحال ترشح ديال المملكة المغربية إلى جانب إسبانيا والبرتغال خلال المغرب يبان قيمة أكثر وأكثر وهذا الشي خلال الإعلام الإسباني يغير من كلامه تجاه المملكة المغربية فجريدة ماركة ماركة الإسبانيا كتكلم على ترشح المغرب مع إسبانيا والبرتغال هو خطوة أو هي خطوة بارعة والإعلان الرسمي غدي يكون يوم الخميس يعني ضم المغرب لهذا الملف المشترك هو خطوة جميلة جداً هو خطوة بارعة كتعطي لإسبانيا والبرتغال قيمة إضافية باش يربحو هاد التنظيم شفتوا الإخوان بلادنا فين وصلات؟ حتى ولو الدول الأوروبية كتراهن إلى مشاركة المغرب وإنضمام المغرب لشي ميلف باش داك الميلف يربح اليوم الدول الأوروبية تتباها بمشاركة المغرب قالت هاد الصحيفة لاماركا إنضمام المغرب لإسبانيا والبرتغال وخطوة بارعة كما وصفتها أو كما وصفها مسؤولين ديال الفيفا ودكرة الصحيفة بالإعلان المغربي من كيغالي كان مفاجئاً لكل مسؤولين اللي كانوا حضرين في الحفل ديال الكاف والفيفا برواندا خاصة مصر والسعودية البلدان اللي بغيين حتى هما يتقدموا بترشع في هاد الميلف لاستضافة كأس 2030 يعني كأس العالم 2030 مع اليونان لكن السؤال متروح شكو اللي غادي ياخدها؟ أول شي الإخوان هاد الصورة اللي أمامكم شوفوا معي الخارطة شوفوا القرب الشغرافي ما بين إسبانيا والبرتغال والمغرب ناهيك الإخوان ناهيك إلى ديك اللحظة تحققات اللي خايفة منها فرنسا والجزائر وهي الربط القاري ما بين المغرب وإسبانيا فهذه غادي تكون ضربة قاضية لا بالنسبة للجزائر لا بالنسبة لفرنسا كذلك الإخوان يعني حتى لا ربما ما تحققش هذا كالربط القاري فغير ساعة دي المغانا من بورتغال غادي يوصلوا للرباط أو يوصلوا للطار البيضاء وكذلك ما وصلش ساعة دي المغانا غادي يوصلوا من ملاقة يعني من إسبانيا حتى الطنجا يعني حتى القرب الجغرافي كيقوي الملف ديالنا كيفاش هاد الملف ما يكون شقوي وصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله ووقف عليه شخصيا ونزيدون قلوب لهذه هي طمار لعودة العلاقات الإسبانيا المغربية إخواني أخواتي هدو هما المواضع ديالنا تحية لكم كبيرة ما تنسوش أنكم تدعمونا باللايكات كذلك بالتعليق دمتم في رعاية الله شكرا حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر